بسم الله الرحمن الرحيم ورؤساء الوفود بتبشر ان شاء الله اننا الاعلام يبدأ مرحلة جديدة عودة الروح للاعلام العربي ويمكن كمان ابشركم ان هذا الجمع الكريم ان شاء الله هيكون متواجد في فبراير القادم في دولة الكويت التي تستضيف الاجتماعات القادمة لمجلس وزراء الاعلام العرب مناسبات كبيرة واهتمام كبير وروح طيبة ومرحلة جديدة تبدأ في العمل الاعلام العربي المشترك ونتمنى من المولى عز وجل ان نستمر في هذا المنحة الاجابي المهم لتوحيد الرؤى في مختلف القضايا لان ما نعاني به في مصر يحدث مثله في سائر الدول العربية تحدياتنا واحدة ونواجه امورا مشتركة تقتضي اقصى درجات التنسيق وسعدني ان ارحب بكم جميعا في افتتاح اجتماعات مجلس وزراء الاعلام العرف في دورته رقم 52 التي تستضيفها جمهورية مصر العربية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اسمحوا لي ان اتوجه بخالص عبارات الشكر لمعالي وزراء الاعلام العرب ورؤساء الوفود العربية وايضا ارحب بزملاء الاعزاء السفير دكتور احمد رشيد الامين العام المساعد لشؤون الاعلام ودكتور جرهام عبد القادر وزير الثقافة والاعلام بجمهورية السودان ورئيس الطورة السابقة الدكتور مجاهد ابو الهيل رئيس المكتب التنفيذي والدكتور نبيل جاسم رئيس اللجنة الدائمة للاعلام العربي وارحب بكم جميعا في بلدكم الثاني مصر التي كانت وستظل دعما وسندا لقضايا امتها العربية ومدافعة عن امنها واستقرارها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية قضية العرب الاولى وكلنا امل ان اعقد مثل هذا الاجتماع في القدس الشريف حينما تعلن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين انقل لكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص دائما على تدعيم اواصر المحبة والتعاون والتواصل بين الدول العربية الشقيقة والدفاع عن قضاياها والانحياز لما يحقق مصالحها ويحمي وحدة الصف العربي ويرسون الدولة الوطنية ويحافظ على استقرارها للإعلام دور المهم في مجتمعاتنا العربية لما يقوم به في تشكيل الوعي الحقيقي للشعوب وربما تواجه الدول العربية في هذه الظروف تحديات وتهديدات في ضوء الظروف الدولية غير المسبوقة وتداعيات الأزمة أزمة الحرب الأوكرانية وما يترتب عليها من أزمات في الطاقة والهزام ترجمة نانسي قنقر